اهلا بك اصدقاء اليوتيوب النهاردة هنتكلم على معلومات عن قضية شركة الريبل وانجازات شركة الريبل وهنتكلم على العملات الرقمية وإيه اللي بيحصل من وراء الكواليس وإيه اللي بيحصل معانا كلنا تمام طبعا ما زلنا في البير ماركت قبل اللي من ابتدي افكركم ادعمكم للقناة بعمل لايك شير لفيديو واشتركوا في قناة لو حبيتوا تفعلي جرس السلسلة كل جديد وتعرف بعناسا دول وصف في معلومات مهمة ليكو في لينكات المنصات اللي حابب بيسجل في منصات تداول عملات الرقمية تسجيل مجانا كريبتو دوت كوم وكوين بيز وباينانس تمام نبتدي طبعا زي ما انت شايفين النهاردة لونا كانت طلعت شوية والطلوع بتاع لونا طبعا هو كانت طلعت كانت 19 ونزلت تاني 4-3 صفار طبعا 19 ونزلت تاني هو النهاردة بيحاول يقول لك يبتدي حنبتدي في خلال ساعات نبتدي نعمل حلول اللي هم قالوا عليها لعملات لونا وطبعا حيبتدي في الخطة بتاعته ان هم يوزعوا عملات كتعويض للمستثمرين فده طبعا ده رفع السعر شوية ولكن انا مش شايف ان الحال هيجيب نتيجة بس اعتقد الاخبار الحلوة بتجيب بتخلي الناس تتداول اكتر وممكن تبقى فيه طلب اكتر على لونا الحالية فطبعا ممكن يخلي السعر يزيد وانت لو شاري عموما لونا يعني مش شايف انه فيه يعني سبب او ما لهاش معنى انك تبيع دلوقتي باخسارة استنى شوية يمكن فيه حصل فيه بعض التعوضات ويمكن بالمضاربة والناس بتتداول طلب وعرض وطلب فالاسعار ممكن تزيد ممكن تتعوض اي حاجة فما تبيعش باخسارة استنى شوية طبعا ده بالنسبة للونا بالنسبة للخبر ده الخبر ده بيقول ايه الخبر ده بيكلم على امريكا وبيقول لك اكتشف الفيدرالي ان امريكيين غير المتعاملين مع البنوك يتحولون الى العملات المشفرة بمعدل اعلى واكتشف البنك الاحتياط الفيدرالي ان 13% من الامريكيين الذين يستخدمون العملات الرقمية للمدفوعات ليس لديهم حسابات بنكية يعني بسبب زي ما انا كنت عملت فيديو قديم كنت بسبب ديكتاتورية البنوك وعجرفت البنوك وانك تفتح حساب بره في اوروبا وامريكا حتى في الدول العربية بتدوا يصعبوها ابتدت وعايزين يعرفوا من تجايب فلوسك منين ووديافين والكلام ده ديكتاتورية في البنوك نوع من انواع التقليح للبنوك فده بتسبب ان في ناس كتير ما بقاش عندها حسابات في البنوك او مش عارفة تفتح حسابات في البنوك فاتجهت الى العملات الرقمية وده حاجة كويسة العملات الرقمية خلي بالكم فده طبعا هما زي ما انتوا عارفين وفي منكم عارفين وفي منكم ما عارفوش ان هما الحكومات عايزة تستعبد شعوبها عن طريق سيستم البنك الانظمة البنكية هيجع عليك وقت مش هتعرف تبيع ولا تعرف تشتري ولا تعرف تعمل اي حاجة غير لما تسجد للحكومة واراء الحكومة يا اما مش هتعرف تفتح حسابك او مش هتعرف تاخد فلوسك من حسابك هيجع عليك وقت هيحصل كده للأسف في كل الحال العالم وده السياسة اللي هم متجهين اليها للأسف يعني بس هو الخبر هنا بيقولنا ان ده كويس من مصلحة العملات الرقمية بيقولك الناس في ازدياد بيتجهوا العملات الرقمية وبيتجهوش للبنوك ده الخبر ده عن الاتحاد الأوروبي الخبر ده بيقول ايه البنك المركزي الأوروبي بيقولك الكريبتو محفوظ بالمخاطر لكن اعتماده في أوروبا اخذ في الازدياد يعني العائلات عمالة تشتري في العملات الرقمية اكتر واكتر فده طبعا مجنن البنوك في أوروبا لانهما الناس بيخرجوا من سيطرة البنوك عليهم تمام فده حاجة كويسة برضو للعملات الرقمية اللي بيستثمر على المدى البعيد هو الكسبان يا جماعة لان كل ما الناس تزيد كل ما بفيه طلب اكتر عمالات الرقمية كل ما الاسعار حتزيد خلي بالكو احنا في بير ماركت الاسعار مش هتزيد دلوقتي ممكن تقل في اي لحظة وممكن تنطلق في اي لحظة تمام الخبر ده حلو جدا للمحبين شيبة 22 مليار عملة شيبة اتحرقوا عمل لهم حرق الاسبوع اللي فات فده طبعا في اتجاه قوي جدا لعملة شيبة نهية في ازدياد في أسعارها ممكن تزيد في الفترات القادمة تمام ده بالنسبة لعملة شيبة نتكلم بقى على إنجازات شركة ريبل وبعد نتكلم على قضية شركة ريبل الخبر ده الخبر ده بيقول ايه كلنا عارفين براد جارلينج هاوس رئيس التنفيذي لشركة ريبل وفقا لنسي ان بي سي ذكر براد جارلينج هاوس رئيس ريبل لابس خلال منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ان الشركة ستنظر في طرح عام اولي بمجرد انتهاء الدعوة من الوكالة التنظيمية للهيئة اوراء المالية والبورصات السي سي يعني حتى الان كانت الدعوة المرفوعة من قبل السي سي ضد ريبل مستمرة اكتر من عام ومجرد انه ينتهي بحلو اه وبيقوا يعتقد يعتقد انه قد ينتهي يعني القضية تنتهي بحلول نهاية عام 2022 يعني براد جارلينج هاوس بيعتقد ان القضية في نهاية 2022 هتكون تم حسمها ومجرد حدوث ذلك ستفكر ريبل بجدية في الاكتتاب العام وفقا لمقاله الرئيس التنفيذي يعني حينزلوا اسهم شركة الريبل في البورصات العالمية فبمجرد ما بتنزل الاسهم في البورصة طبعا انا شايف انا بنصح الناس اللي عنده امكانية يشتري الاسهم دي لانها شركة الريبل شركة واعدة وشركة ربحانة جدا فده طبعا الاسهم داتها هتزيد هتكون فيه زياد مستمر وحتكون مربحة جدا وليها ارباح قوية الاسهم دي وحتأثر على اسعار الاكس ار بي لما ينزل اسعار الاسهم في البورصة للريبل مليون في المية حيبقى فيه تأثير ايجابي على حاملي الاكس ار بي فالاكس ار بي حينطلق برضو انطلاقة بسبب الخبر ده بسبب الموضوع ده اول ما يتنفس ده بالنسبة لانجازات شركة الريبل طيب كلنا عارفين جون ديتون جون اي ديتون ده محامي مهتم جدا بموضوع قضية شركة الريبل واعتقد انه مستمر برضو في الريبل في الاكس ار بي المحامي ده كان جمع الوف من حاملي الاكس ار بي وعايز يخليهم طرف في القضية في قضية الريبل تمام انهما اتضرروا بسبب تدخل والقضية بتاعت الاس اي سي تمام ايه اللي حصل اللي حصل الاس اي سي عايزة تعترض على انه انه يكونوا حاملي الاكس ار بي طرف في القضية واجلت الاعتراض ده لغاية سبعة يونيو يعني كمان حوالي سبعين هيبتدي الاعتراض يقدموا الاعتراض ايه اللي هيحصل الله اعلم بس هو طبعا كل ما بقى فيه خبر كده بنقول لكم عليه حشان تبقوا متابعين قضية الريبل ودلوقتي احنا في بير ماركت ويقلل من اكس ار بي حاليا ولكن برضو ساعات برضو اخبار حلة تروح مزودة السعر شوية فانا طبعا متابع معاكو دايما في الاخبار على القناة وتابعوني عشان تعرفوا الاخبار او البول ده بالنسبة لقضية الريبل بس انا شايف انه هو على اساس براد جارلينك هاوس لما بيتكلم على في نهاية حلول 22 2022 اعتقد ان ده ممكن فعلا يكون في حل للموضوع قضية شركة الريبل واحنا طبعا مش مستعجلي مش مصلحاتنا دلوقتي ان القضية تخلص احنا مصلحاتنا ان القضية تخلص وقت نهاية البير ماركت عشان الانطلاقة بتاعت الاكس ار بي تكون قوية وياخد حقه لان الاكس ار بي ما ياخدش حقه يعني الوحيد من ضمن العملات اللي هو اتزالة تمام خلاص كده النهاردة انتهيت الفيديو ويا ريت تابعوني دايما على القناة عشان اقول لكم الاخبار او البول اشكركم يا جماعة وللقاء في الحلق القادمة سلام يا جماعة